السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنطلع من محطة الجداف البحرية. وهنركب العبرة او المعدية او القارب زي ما بتسموه. من منطقة الجداف. وهنروح على دبي فستيفل سيتي. زي ما انتم شايفين قدامنا بمعنى اللي هناك دي دي دبي كريك هاربر او آآ سموئي بالعربية ربي. آآ مرسخور دبي. وزي ما انتم شايفين كده ناحية الشمال في موجود الاماكن اللي بيبنوا فيها الاوارب القديمة. ودي يعني بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده المبنى اللي على شكل الرحل او المكان اللي بتحط عليه الكتاب دي مكتبة سموه الشيخ محمد بن راشد المكتوب. انا كنت عملت فيديو عن المكتبة دي كامل آآ فيها ايه من جوة وفيها كم مكتبة آآ هبقى سيبلكو الرابط للفيديو في صندوق الوصف. بصراحة المكتبة دي فوق الوصف. يعني حاجة في منتهى الجمال والروعة. تقريبا اتصرف عليها حواري آآ مليار درهم. ولكن هي بصراحة كل درهم آآ يعني اتصرف عليها بصراحة يستحق لان هي شيء مشرف جدا لنا كوطن عربي. ان احنا يكون عندنا حاجة بالجمال ده. آآ مش بس آآ شيء مشرف لدولة الدولات العربية المتحدة. شيء مشرف لنا كامة عربية ان احنا يكون عندنا مكتبة بالجمال ده وبالحلوة دي. دلوقتي احنا في آآ خور دبي واللي ما عرفش آآ خور دبي خور دبي ده هو عبارة عن لسان بحري آآ جوة دبي. آآ اللسان ده آآ المنطقة اللي احنا فيها دي مش بيعدي منها كتير آآ على ما اعتقد يعني آآ مراكب او حاجات آآ اللي هي فيها البضاعة او التجارة بيبقى من منطقة تانية. آآ الامتداد بتاعها من منطقة تانية على ما اعتقد يعني على حسب علمي الشخصي. ولكن هو آآ خور دبي في يوم من الايام زمان كان يعتبر من اهم ومازال طبعا مهم جدا. ولكنه كان بيعتبر من اهم الموارد اللي كان بتدخل يعني الدخل القومي لامارة دبي تحديدا. هنا احنا كده يعتبر وصلنا آآ آآ دبي في سيفل سيتي. آآ اللي حابب بقوله لكم هنا انه الهدف يعني الهدف من الجولة دي ان انتو تشوفوا ان انتو ممكن تقدروا ان انتو تركبوا يعني ينوزها بحرية زي كده. انا دفعت آآ في النوزة البحرية دي للآ يعني اتجاه واحد فقط. والطريقة اللي انا دفعت بها ان انتو قول لما بتيوا تركبوا المعدية نفسها الصغيرة دي او العبر الصغيرة دي. او او الفاري زي ما بيسموها. طبعا هي في اكبر شوية من كده. دي تعتبر آآ شوية الغنونة كده حلوة بحندقة. دفعت فيها درهمين آآ رايح. ودرهمين راجع. ببطاقة اسمها بطاقة نول. آآ او اللي ما بتركب بتعمل وبعدين توصل آآ على المكان اللي انت رايح عليه وبعدين وانت بتطالع منها بتعمل وكده بتاخد آآ يعني ايه الدرهمين اللي هما تمن الرحلة. آآ في الوقت اللي انا عملت في الفيديو ده كان تمن التذكر. هل هو هيداير بعدين ولا لا? الله اعلم. بس في الوقت اللي انا عملت فيه. الفيديو كانت بس بدرهمين. وطبعا زي ما انتم شايفين. شيء في منتال جمال. طبعا انا واقف جوة بصور آآ مينفعش ان انا اطلع برا طبعا عشان آآ الامان وكده. وزي ما انتم شايفين ناحية الشمال كده كان كان باين شوية المكان اللي احنا بنعمل فيه آآ آآ تشيك ان و تشيك عود على التيكت. طبعا انا كنت بتنقل ببين الكراسي وكده وطبعا الناس بصراحة الراجل المسؤولي عن آآ 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 اللي عبر الصغنونة دي او المعدية الصغيرة دي كان متعاون معايا جدا وطبعا السائق كمان كان متعاون جدا بس طبعا السائق كان مركز في المشوار. وزي ما انتم شايفين فيه كمان بتقدر ان انت بتركب وتروح على دبي كريك هاربر اللي هو هناك دوات مرسخور دبي بس بعبرة تانية مختلفة. فلو في وقت حبيت ان انت مسلا تصف سيارتك برة وتروح على هناك او تروح دبي تقدر تعمل كده. او لو تحب ان انت تروح مثل ده خد فصحة نوزة صغيرة كده تقدر تعمل ده. وده بيكون بمبلغ يعني بسيط جدا تقدر ان انت تتبسط بيه وتقضي وقت حلو في خور دبي. انا بشكركم على متابعتكم لفيديو النهاردة. وبشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.